سالخي لكل مشاهدين إذن بإذن الله سيكون في قدوم استراب جوبي محمل بتساقط أمطار عدية محليا مهتبرة تتعدى كمية الخمسين ميليمتر محليا وهذا حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي بداية إن شاء الله من ليلة الخميس إلى الجمعة إذن الأمطار ستكون معتبرة بإذن الله وستخص أغلب المناطق الشمالية للوطن البداية ستكون بالولايات الغربية كما نلاحظوا وهذا على كل من تلمسان وهران سيدي بالعباس سعيدة مستغان مع سكر تيارة ولاية شلف تصل تدريجيا إلى الجزائر العاصمة البوليدة لمدية البويرة كذلك بجاية سطيف باتنا بسكرة كما نلاحظوا قسنطينا سكيك داعنابة وسوق هراس فيما يخص كمية الأمطار ستكون معتبرة على الولايات الغربية مقارنة بوسط وشرق البلاد إذن الولايات الوسطى والشرقية تتراوح كمياتها بين 30 إلى 40 مم محليا وحتى فيما يخص الجنوب الغربي الصورة نحو شمال السحراء يرتقب كذلك يكون في تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة على بشارعين السفراء نحو غردايا زلفانة الوادي وورقلة كمية الأمطار المتوقعة على الولايات الجنوبية خلال يوم الجمعة بإذن الله تقارب 20 حتى 30 مم محليا إذن الحيطة والحذر مطلوبة ويرتقب أن تستمر الأمطار في التساقط بداية من ليلة الخميس إلى الجمعة وتستمر إن شاء الله إلى غاية يوم السبت على الأقل وحسب النماذج فيرتقب إن شاء الله خلال الأسبوع المقبل نسجل إن شاء الله تساقط أمطار على فترات متقطعة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية إن شاء الله تكون أمطار خير عن توقعات الرياح القوية المرتقبة نسجلها إن شاء الله خلال يوم الغد الخميس فخلال نهار اليوم البحر سيكون هائج إلى شديد الهيجان وصرعة الرياح تتعدى 60 كم في الساعة ستستمر إن شاء الله إلى غاية فجر يوم الغد على الأقل وعلو الأمواج يصل إلى 3 أمطار وهذا فيما يخص كل من القالة عن نابا سكيكدا ديجل بيجاية أزفون دلس الجزائر العاصمة بوهارون تنس مستغانم أرزيو وهران بنصاف الغزوات ومرسى بالمهيدي وخلال يوم الغد إن شاء الله البحر سيكون شديد الهيجان على أغلب السواحر الوطنية وخاصة السواحر الوسطى والغربية سرعة الرياح ستتعدى 60 كم في الساعة وعلو الأمواج يطاروح بين المترين ونصف إلى 3 أمطار وإتجاه الأمواج سيكون غربي إلى شمالي غربي على أغلب السواحر الوطنية فيما يخص الأمطار المتوساقطة على الولايات الجنوبية خلال نهار اليوم فكان قد أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيه من الدرجة الأولى يخص كل من ولايتين البيض وبشار بتساقط أمطار كمياتها تقارب 25 مم محليا كانت بداية من التاسعة من صبيحة اليوم وستستمر في التساقط إلى الساعة الثالثة بعد زوان نهار اليوم بإذن الله فيما يخص مشاهدين توقعات درجات الحرارة المسجلة خلال الأيام القليلة المقبلة فلاحظنا أن درجات الحرارة الدنيا منخفضة خلال الفترة المسائية والصباحية جواء باردة تقريبا على أغلب المناطق الشمالية وخاصة مع الاستراب الجوي المرتقب يكون إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة فستنخفض درجات الحرارة بإذن الله كما نلاحظه خلال يوم الجمعة على أغلب المناطق الشمالية للوطن مقارنة تنبيه القصوى تبقى نوعا ما مرتفعة على السواحل الوطنية إذن الدنيا خاصة على النعمة البيض مشرية عين الدفلة الجلفة تيارت كذلك تلمسان ستكون منخفضة ستقارب 8 درجة فقط خلال الصباحة والفترة المسائية أما القصوى فستتراوح إن شاء الله خلال يوم الغد الخميس بين 28 إلى 29 درجة على الولايات الساحلية وقد تصل إلى 30 درجة على السواحل الشرقية كعلى مقياس بقسنطينة أو بقالما عفوا قالما تعرف والسوق هراس تقارب 31 درجة كذلك بيشلف وغليزان قسنطينة الصيف أم البواقي برج بواري ريجت بسا خنشلة وبتنة في حدود 28 درجة خلال يوم الغد تيزي وزو كذلك يرتقى بأن تصل إلى حوالي 28 درجة خلال يوم الغد الخميس الولايات الجنوبية كعلى مقياس ببورج باجي مختار وإنجزان في حدود 42 درجة إن صالح أدرار إليزي جانت وإنا ميناس تصل إلى حوالي 38 درجة لحظة حتى المناطق الجنوبية سجلنا انخفاض في درجات الحرارة القصوى خاصة الدنيا المسجلة خلال الفترة المسائية تحديدا ببشار غردايا زلفان المنيعة إذن لن تتعدى حوالي 12 درجة فقط بإذن الله أما القصوى على الأموم ستتراوح بين حوالي 28 إلى 32 درجة مع تطاير بعض الزوابع الرملية فيما يخص الولايات الجنوبية إذن مشاهدنا كانت هذه تفاصيل الوضع الجوية المرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة بإذن الله أشكركم على كرم الإصاء والمتابعة والعودة إليك ساميرا شكرا لك هنا أيضا المشاهدين